اشتركوا في القناة على نفس الموضوع بس تكملة الى المحاضرة السبقة اللي بعتلكم اياها هي مجرد تعاريف للمواضيع اللي اسلفت عدها سابقة What is the function of DC regulator in DC power supply قبل هذه ومواضيع قبل هذه اسف What is a DC power supply What are its basic elements مثل يجينا اي سؤال شن ال DC power supply وشن هي مكوناته Basic element يعني مكونات الاساسية ال DC power supply تعرفون بها انه تاخذ من ال AC مع الموبايل مع اللابتوب اللي عدكم مع يعني DC power supply ما هي الشي يصير بها انه DC power supply تحاولن ال AC والتيج من ال AC والتيج لل DC والتيج بس هاي شون يتم يتم عبر هذن المكونة اعتماناتها اللي هي ترانسفورمر طبعا ما يمكن على الميتين وعشرين تذكرون من سوانا ركتفيكياشن لازم تخلي ترانسفورمر كبير تباوتو خافه الله وبها ركتفيير ركتفيير لازم يكون برج لانه هافويب ما يخدمني وبعدنا نفلتر حتى امتصر الربل وبعدنا نفلتر والتنيج يعني معدي للبالتية ما موكونات هذا اجعل كي سؤال What are the basic elements وفي دي سي بار ساب لاي تقول تكونسيست او فالونك المانس اللي هي ترانسفورم بس الشجيرة لحشين ترانسفورمر تقول ستيب داون برج ركتفاير باي فلتر طبعا ما يصير فلتر العادي يعني بس منتسعه لو بس ملفه أو ال سي لا النوع الرابع اللي هو باي فلتر تكون من ملف واثنين منتسعه طعا جوانب باي شكل باي يعني هاي العلامة ومثلت تعرفون بياسه تجيونا مختلفة بس الاتفوت يكون عدنا ثابته يعني تعرفون بياسه تجيونا انطبا مختلفة بس الاتفوت يكون عدنا ثابته يعني تعرفون بها ستجينا من الدولة او من النقطة الرئيسية اللي بالبيت مرتنا يعني متغيرة ما مو 130 ولا 120 مرات تنزل 180 من المولدة واقل فالDC رقوليش يعني هذا اللي يجي 180 بس احنا نستلم 5 فولت DC ما كون معدنا مشكلة سنجي على واحدة واحدة هي هاي اللي قلنا عليها والشي DC رقوليشن او بولتج رقوليشن وبعدنا نعدنا what's the rectifier rectifier يعادلنا الموجة الشيء بمانتها من AC لا DC طبعا rectifier is a wave shaping circuit يعني مكان AC متناوب او sinusoidal نحولها الى DC اللي يتكون مستمر Define Voltage Regulation اللي هو يشبه ذاك اللي هس سبقنا عليه انه الشلون انعرفة Define Voltage Regulation هاي العلاقة Voltage Regulation percent نقص او بفردالنا بفردالنا A بفردالنا باجتح للشيء يعني DC Output voltage is measured by voltage regulation لدراجة الى درجة تغيير في and low condition is measured by طبعاً Load Condition يعني من خليه أحمال يغير It is defined as variation of DC Output Voltage as a function of DC Current DC طبعاً It is defined as variation of DC Output Voltage as a function of the DC Current هو مو DC Current العفو هنا DC Voltage هنا Fall Load نعمل على اتحاد Function of DC Volt Current لا يوجد مشكلة Define the efficiency The efficiency هي Outputs على Input والoutputs هي DC على Inputs اللي هي L-ACD Welcome The efficiency يعني كفاءة L-Rectifier طبعاً هذا بالمناسبة القانون Voltage Regulation V-No Load ناقصاً V-Full Load على V-Full Load هذا يحفظ يعني من أقول لك حسب لي Voltage Regulation percent تحسب ليها على طريقة هذه يعني نعوض ما نعطيك هنا Voltage No Load يعني بدون حمل بعدياً بالحمل وعلى بها الحمل يعني ذنين حفظاً أيضاً هذا القانون ما كفاءة التعديل أو التقويم نسميه التقويم التيار تحسب ليها على الإعلامات لازم نعفظها نتعود على كتابتها بالمناسبة فاتنا نذكر لكم هنا V هاي وهاي Sub-Subscript تنكتب دير باركم طبعاً هنا ما بي وحدات هادة مثل هاي هم الكفاءة ما بي وحدات ها The efficiency of rectifier is defined by the ratio DC power supply to load to the total input طبعاً يعني الباور ما الDC على الباور الAC تساوي الEfficiency والكفاءة الربل فاكتر هذا مهم اللي هو جاي منيش من البروت من سكوير على الBDC يعني الداخل على الخارج يطلع عندنا الربل ما هي القيمته هو ما هي الربل مقصود بها ما هي الضال من الAC هذا المقصود بيه بيغوت من سكوير على VDC هذا الربل فاكتر اللي احنا تحدثنا عنه انه كيف نحسب بها قوانين الفوروم فاكتر يعني هيئة الموجة اللي طالعت انها كيف تصير مال الDC وحينك يارت التو AMA فوروم فاكتر الموجة هماتين مثل الربل فاكتر تقريبا الربل فاكتر البروت من سكوير على الRRPDC يعني Pam Meh A شوفو هنا الدايود يعني من اشتري الدايود، واحدة من المواصفاتها هنشوفوش قد البيكمبرز بولتج يعني اللي هي شن هو؟ الساكندر بولتج لا تبير اكروز دايود وين تيز ريفيس بايز از كولد طبعا هي اقصة بولتية عكسية، نقدر نحملها على الدايود بها هيث ما يحترق يعني سمونها، يعني يطوق حدود من تشتري، يطوق حدود لك إنه البيكمبرز بولتج يازم بالسالب ما يتعدى مثلا ناقص خمسة بولت، فأنت لازم تشتو الجوال خمسة بولت هاي يسمونها مجزما، بولت، ريفيس، ووالتج، يطوق حدود لديوود دايود بدون ان ينتهي أو يسربي دمار التراسفورمال اوتاليزيشن فاكتر هذا عامل كلش مهم لتراسفورمال انه شلون نحسبه اللي هو دي سي بور دي بور على الاي سي رايتنج اوف تراسفورمال سكندري طبعا هنا انا الاي سي رايتنج اوف تراسفورمال سكندري يعني بعد نحن كله بالاي سي هذا واضح طبعا ذني القوانين الاربع اللي سي حتنا عليها اللي هو رب الفاكتر والفورم فاكتر والبولتج راوليشين والاليفيشن سي والتراسفورمال اوتاليزيش فاكتر دني كقواني يجب اني نحافظ اني على الغيب طلاب ما اقول لك احسب الفورم فاكتر بيروت من سكور على بي دي سي ما احسب لي البرسنتج بولتج راوليشن بي نولود على ناقصا بي فولود على بي فولود واضح الافيشن سي بي دي سي البور بي دي سي على البور اي سي في مية بالمية وهكذا اذن القوانين تحوظوهن على الغيب طلاب الافاضل اهنا محاسن الفل ويف محاسن ومساوة الادفانتج مالتها الافيشن سي مالتها عالي واحد ماين بالمية احنا قلنا عليها الهاير تي يو اف يعني تراسفورمار يوتاليزيشن فاكتر هذا رمز مالتها تي يو اف يعني تراسفورمار يوتاليزيشن فاكتر تنطيني افضل امر طبيعي دي سي ساتوريشن فاكتر يعني تعرفوا ليش انه طلاب من يصير عدي سنتر تاب بيه يصير عدي ايدي كارنت احنا سميها اهتمال يصير بحرك للالما شاسمه بالساتوريشن سير حرق بالسنتر تاب مع السكندري وينديك وبعدين لوربال فاكتر مع التقليل بمساوة طبعا ما هاي القانون اول واحد ما يحتبر مساوة نيد سنتر تاب طبعا هاي سنتر تاب نيد سنتر تاب طبعا تاب طبعا تاب يعني رات هيش نوعية بس نعلم برجة اقصد ذاك سنتر تاب طلاب انه يصير بيه السكندري ويندي ما للترانسفورمر راح تمال يصير بحرك نزيل؟ نيب سنتر تاب الترانسفورمر بلقي و كوست طبعا تعرفون بلقي يعني صلد و كوست و كوست يعني يكون مكلف أيضا والدايود و with high BIP طبعا هذا BIP بكملت بالتز يعني يتحمل عكس بلقي عيسي عالي لازم البرج يكون بتقريبا نفس المواصفات بس ما يحتاج سنتر تاب و البي اي بي rating of the diode is only بي ام في حين هذا 2 بي ام بالمناسبة تذكرونها نو يعني ما يحدث عندنا إذا نقار نوية سنتر تاب الهنان مواصفات 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 و الآن نختم تلكم الفصل هذا تقريبا مواصفات جزء من تطبيقات اللي هي راح نطبع التطبيقات الأخرى اللي هي الكلامبر وكليبر والأمثلة تطلبكم ياها طلاب تحلونها يعني تنقلونها على غراق وتحلونها بديكم واتمنكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثير من تطبيقات ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة